هنخش بقى في شوية تصريحات لك تصريحات بشجاعة كده انت قلت لن اكون في سينما فيها الفنانين العشوائيين انا قلت كده؟ اه انا موافق على الكلام ده قلت كده؟ انا موافق على الكلام ده مش فاكر انا قلت ولم قلتوش لا انت قلتو مدام قلتو يبقى انا موافق عليه لان انا مازلت برضو بقول انا ما حبش اشتغل مع العشوائيين لان العشوائي طلع وهيتطفي بعد شوية مهو مش متأصل مش متأصل فيبقى مش هيفيدني مش هيفيد الناس انت بطلع معاه عمل ايه؟ صح انت قلت محمد سعد محمد هنيدي هاني رمزي أحمد آدم ابنائي بضط انت راضي عن شعرهم في السينما؟ كل جيل بيعبر عن نفسه اه وكل جيل بيقول اللي هو شايفه صح الانسان لو شايف انه هو بيه الناس بتترجم حاجاته غلط وهو شاف انه بعمل غلط مش هعمله هو مختنع تماما انه بيعمل الصح اه وانه ما كانش عامل كده اه حتى الدول اللي بتتحارب اه كل واحد كل دولة منهم عارفة انها بتعمل الصح ايه وانها على حق ايه والغضر طبعا اللي منهم شاف انه عمل فيلم وما جابش ناس هيحاسب نفسه ما جيبش ناس ليه ما ننجحش للفيلم ده ايه فبيحاسب نفسه وهم مش من الغباء انهم يعندوا ويكرروا الغلط مرة تانية اه يعني اكيد هيحاسبوا نفسهم يعني اه طبعا انت قلت كمان مم عاطف الطيب وشريف عرفة هم اصحاب الفضل علي لانهم اعادوا اكتشافي يعني مش هما بس مش مش عاطف وشريف بس طبعا اه شريفة انا عملت معا تجربة واحدة اللي هي اللعب مع الكبار وعاطف عملت معا اه فيلمين نجل علي وفيلم قلب الليل اه والثلاث افلام كانت تجارب نجحة وخطوات واسعة بالنسبة لي في السنمة اه اه انما بالنسبة للسنمة يعني هما فعلا لهم جزء كبير جدا في الخطوات الواسعة انا اخدتها في السنمة اه ليك تصريح كمان قلت فيه انك عملت طويلا من اجل اثبات الذات وتحصيل الشهرة والمال واصبحت تحظى بشبكة واسعة من محبة الناس اه فهل من اجل المال ايضا قبلت العمل في سينما المقاولات اه ما كانش جزء كبير فيها كانش المال اه انا كنت بتورط برضو في حكات العلاقات الانسانية دي مجامل انت كنت بقى جامل يعني دي احد عيوبة احد عيوبة طبعا لان ما كنتش بحسب لنفسي يعني انا لو لو احجمت شوية عن افلام مقاولات كان بقى حجم غير كده اه لكن ربنا اراد كده ان انا يجي الناس يقولولي الناس قاعد على اهوة بعرة ما تشتغلش اه ولو انت مضيت الفيلم ده فيه عشرين اسرة هتاكل يجي دخولي من الحتة دي اموت انا بقى ايا كان الفيلم شكله ايه هروح اعمله صح يا عم خلاص والله هعمله واحد جالي مخرج من قال لي هجاب له بسيناريو بس امان عليك بالله ما تقول لي هات السيناريو ايه ما تقوليش السيناريو حتى ولا تقرى دورك بقولك امان عليك بالله عليك ما تقول لي هات السيناريو اه ففي اكتر من كده ايه لا مفيش اكتر من كده يا عم خلاص يحكيني الحدوتة ايام المخولات ده ده كلام ده من 15-20 سنة يعني طب ده لو حصل دلوقتي لا صحب هتوافق؟ لا خلاص خلاص لا ما اقدرش اجامل دلوقتي لان وراي ابناء واحفاد هيحاسبوني دلوقتي بقى والتاريخ اللي انا كونته ده كله والعلاقات اللي كونتها مع الجمهور دي كلها هيفقدوا ثقة فيها دلوقتي تاني لا حرام ما امفعش بقى ما امفعش اخذل الناس دلوقتي يعني زمان كنت لسه بكون الجمهور جمهور انما النهاردة بعد الناس دي ما خلت ثقة فيها وبقوا يصدقوني اجد دلوقتي اعمل ده لا انا لو قعدت في بيتنا وخليت كل حد من العيال يجيبلي طاقة في اليوم عاجل